السلام عليكم حبيباتي واشخباركم ورمضان كريم ان شاء الله سكونوا كاملين بخير وعلى خير البداية كما راكم تشوفوا راح تكون تعريف لقناة قناة جزائرية سارا كوكينغ ديزاد هي قناة جزائرية مختربة حتى هي في امريكا قناة استحق الدعم كما راكم تشوفوا عندها وصفات ما شاء الله تقدم وصفات بسيطة وصفات ناجحة نتمنى ان شاء الله انكم تدخلوا والدعموها لانه صراحة تستحق الدعم والتشجيع لانه وللاسف احنا اللي مختاربين في امريكا عدنا الدعم ناقص بزاف بزاف ما عرفتش علاش وكأننا لسنا في جزائريات المهم لبنات نتكل عليكم انكم تدخلوا وتشجعوها وقولوا لها باللي راكم جايين من الطرف فلغ نادية ودرك حبيباتي نمشي للفيديو للوصفة تنهار اليوم وهي ان شاء الله راح تكون تحلية تحلية بسيطة اقتصادية ومن اروع ما يكون ونمشي ونبدو على بركة الله بسم الله وعلى بركة الله نمشي نحضروا الطبقة الاولى هدا هو الفلان اللي ينباحنا في امريكا بالنسبة اللي راهم هنا جدد وما يعرفوش الاسم ديالو كاينين منتاجات عربية وكاين هذا انتاج مكسيكي ما فيه لا جيلاتيلا والو وفانيلا بالكارامير كما تعال البلاد بنين بالبزة في البنات ورخيص بدولار عملت هنا ثو كابس يعني نصف اللي ترتع الحليب مع هذه العلبة يعني تحضره بالطريقة العادية كما تعال البلاد بركة راح نزيد له واحد معلقة صغيرة تعال النشا يعني الماي زينا لانه انا حبته يجيني شوية تقيل هو اصلا شوية تقيل لكن حبيت نزيد له شوية المهم نخلطه نخلطه مع بعدياتهم البعض ونحطه فوق النار يعني تحضره كالفلان العادي اهنا نخلي الفلان ديالي فوق النار حتى يغلي وان شاء الله يكون جاهز معانا نمشي ونكملو باقي الوصفة هنا نحتاج بسكويت اي نوع تا بسكويت كم توفر عندكم في البيت ولا بيمو اه هنا كينزوجت على طريقتين الطريقة الثانية ممكن تكون احسن لكم اما توضعو البيسكويت ديالكم اما بعد عدا باش تطيفو الطبقة الاولى تعال الفلان ولا خليوها من الاحسن حتم بعد يعني حتى اه تحطو ولا تكوبو هاداك الفلان ديالكم في المول ومين ياداك الفلان يقبط راسه يعني يبرد تماما عادة من بعد تحطو البسكويت هذه الطريقات هي نفسها لانه بوحده راح يطلع دوك تشوفوا من بعد مين تحطوا هاداك الفلون بوحده ذاك البيسكويت راح يطلع للفوق اللي هو في الوسط يعني كما قلت لكم اذا محبيتوش هاكدا تغبنكم عملوا الطريقة ثانية تكون احسن حتى الفلون ديالكم يبرد عادة من بعد باش تحطوا البيسكويت كطبقة ثانية انا هنا راح نخليه يبرد شوية برا عادة من بعد ندخلو شوية الفيجداء باش يزدي ابوتراسو قدركم شو نحضروا الطبقة الثانية الطبقة الثانية دايما نحتاجه نصف لتر تاع الحليب راح نزيد لها وحد ثلث معلقة هاكدا تاع النشا يعني ضيفهم من ثلاثة حتى ربعة معلقة تاع النشا باش الكريمة ديالنا جي شوية ابتراسها يعني المايزينة بالنسبة للفواكه الاختياري انا اليوم راح نضيف الفخاز الفراولة من بعد ما خسلتها وقطعتها كما راحكم تشوفوا بالنسبة للسكر يبقى قدية دوق انا راح نضيف واحد ثلث معلقة هاكدا كبار تاع السكر ما رانيش حبسها جيني حلوة بزاف نضيف السكر ونبعد نضيف الفخاز بالنسبة الى الفانيلا الفانيلا انا حتى نبعدو نضيف لكن اذا كان عندكم المعطل سكر المعطل الفانيلا يكون احسن وهذا كدفوه في الاخر المهم نخلط هادو كامل مع بعض ياسهم البعض نحطهم فوق النار ونواصل في الخفق نضيف حتى الفانيلا اذا كتشوفوها من بعد حتى نحسب الكريمة ديالي بدت ابتراسها يعني بدت تتعقد من بعد البنات واش راح نضيف راح نضيف راح نضيف كخام شانتي يعني كريمة الخفق الجاهزة انا راح عندي جاهزة كما كم تشوفو هادين في المجمد راح نضيف عبدو جمعالق هاكدا كبار تعطيني بنا لبنا في الكريمة ديالي يا البنات اذا ما كانتش عندكم هاكدا تقدرو تستعملو لكيد وديروها معاها وخليوها تنخفق في البداية يكون احسن المهم نقعد نخلط تحت تلك الكريمة ديالي الدوب ورانا نخويوها مع الطبقة الاولى يعني شوفو لبنات ابتراس وخراس راح نضيف الطبقة الثانية ونخليها برا حتى تبرد شوية باش ندخلها للتلاجة ونشوفوها من بعد ان شاء الله مع بعدياتنا البعد في التقديم احنا البنات من بعد ان شاء الله مع بعدياتنا البعد في التقديم برد التامة من قلبت الموري ديالي وشوفو لبنات كيف ها جات ما شاء الله في ها ثلاث طبقات تقدرو تعملو طبقات اكتر تزيدونو احتفاكيها واحد داخل ولا كلمة الشوكولة الشي اللي حبيتو انا كتافيت برك بهادو الطبقات راح بيانسوغو كل عادا اصلكم هاكدا مورسو شوفو الشكل والاقوان بيالها كيف ها جيجين ضالة البنات زينتها هاكدا اما تخليوها هاكدا ولا تدخلها شوية تاع الكراميل هادي اللي جات مع الفلومينة الاحسن البنات هادي تدخلها في التقديم باش تبقى محافظة على الشكل ديالها ضالة البنات كانت هذه هي الوصفات نهر اليوم تحلية بسيطة وما تاخدش منكم وقت كبير ونشوفها اقتصادية والاكتر من هذا الشي اللي بنات تجي بنينة بزاف 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 يعني ما تنشبعوش منها خلاص خلاص نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها على الطريقة ديالي وخليولي هذا الشي في التعليق بالنسبة الاخوات اللي جربوها وكل عادة اذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تدعمونا باللايكات ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وتتختجوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء امع لي ما قولكم وكل عادة غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله سلام